في ظل الجنون اللي بيحصل عايز اقولك معلومة وركز كويس اوي في كل ثانية في الفيديو ده احنا واقعين في اكبر حرب نفسية مقصودة اوعى اتفكر ان ضرب مستشفى ده اعتباطا ده مقصود بيعملوه بقالو سنوات بهدف نشر اكبر قدر من طاقة الزل والهوان والمهانة في اكبر عدد من الناس وده بيبين اوي هما مجننين جدا عشان هما موجوعين اوي والصدمة كانت كبيرة وبالتالي عاوزين ينشروها باكبر قدر ممكن عند الناس فاوعى تكون انت كمان مساهم في نشر هذه المشاعر السيئة والوجع والهوان نفذ امر ربك ولا تهنوا ولا تحزنوا اوعى تحس الهوان جوه واوعى تستسلم لحالة الحزن في الطول ممكن قد تكون مخنوق متقلم موجوع ابكي فرغ مشاعرك خد وقتك وبعدين افصل وركز تعمل ايه بعد كده كمل الاية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلونة دي النتيجة امتى ان كنتم مؤمنين هو الايمان عبارة عن ايه الايمان لا يمكن يكون ايمان الا لو نشأ في ظل سواد الصورة من برا اوعى تاخد قناعات من الواقع لان الواقع اصلا هو وقوع ما في الداخل ما في النفس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم انتبه اوعى تنشر صور ظل او هوان او سريخ زي ما بعض الناس بيعملوا للأسف واسأل نفسك سؤال هو احنا ليه معرفناش عدد اللي ماتوا منهم منهم مش هما اللي اعلنوا ولا حد منهم اعلن كم واحد مات ولا كم واحد اسر احنا اللي اعلننا طب ليه احنا قنواتنا العملة تنشر الزل واعداد الضحايا وصور مؤلمة ليه بنعمل كده عشان مش فاهمين انها حرب نفسية الهدف منها عمل اكبر صدمة انسانية اللي جعل الناس في حالة زل وهوان وعشان تخرج من الحالة دي الايمان ثم الايمان ثم الايمان طب ازاي يعلي ايماني ازاي انشئه داخلي اعمل التمارين العملي اللي هقوله الان وادعو اكبر قدر من اصحابك انهم ما يعملون اقعد مع نفسك كده وقول يا رب انا مؤمن ولكني لسه مش شايف انا مؤمن ان مع العسر يسرى يا رب انا مش شايف لسه اليسر اللي في وسط العسر اللهم بين لي اللهم بين لي اللهم بين لي واللي اتضرب من بدري على انه يقدر يرى اليسر من وسط العسر شارك معنا في التعليقات واكتب والهم بقيت اخواتك اين هذا اليسر اللي موجود في هذا العسر اللي رب يقلنا عليه ولازم نكون مؤمنين لكي نراه لن ترى اليسر الا لما تكون مؤمن بانه موجود الان مهم جدا كمان تشوف اخر فيديو نزلته على اليوتيوب عشان تعرف ازا تتعامل صح في ظل هذه الاحداث العنيفة القسية ربنا يا رب ينصرنا ويا رب يعجل بتحرير هذه الاراضي المحتلة ويكون العالم العربي كله رخاء وامان وسلام على الدوان اشتركوا في القناة